تشاهده اللحظة نقرر الآن بقرار واضح وقرار صارا وبكل عقلانية وخفة بأن لا أفكر إلا بالحاضر الآن لأن هذه اللحظات أراداتي واستشعرها استشعر أنا الحقيقي استشعر الفضرة والمملكة التي بداخلي أنا الروح أدخل في أعماق ذاتي لألامس الأنا الأصيلة في هذه الأعماق أرى هذا المكان البسيط الأبيض الصافي مكان قدسي بداخلي أنا الروح ألامس هذه القدسية والبراءة والفضرة بداخلي وأعيشها الآن وهي أسمى حال أصلها أنا الروح أعيش السموم الفضرية الذي بداخلي كم خلقه الله أمين أنا الروح والسلام السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم جميعا الهارموني هاوس اليوم يا حر يوم سهل حر والثمين أهلا وسهلا قليل كواليتي كثير سهلا فيكم نبيكم تعتبرون الهارموني هاوس ما في البيتكم يعني لما ني ما نحس أن مؤسسة ومدرسة صد في نظام ووقت نفس أن الواحد يستشعر البيت أيضا وأن كان موجود حقكم أصلا اليوم درسنا جميل ها أجبتكم الصورة يعني عشان تلفت الموضع صورة واحد يخوف لأنه هو عدوي الحقيقي فإحنا راح نبدأ يبتو قلم ورقة اللي ما عنده نقدر نقدر يعخذ من الأخ أكبر ولأن أي شيء بالدنيا إذا نفهمه جيد أستطيع أعيشه وأمارسه إذا ما أفهمه لا أفهمه ما عرفه ما أقدر ما أقدر أطبق شيء أعتقد في شسمه شيء بالزرع المهم تسمعوني لا تشوفون عيوني بس ما قادر أفتح ما يبارد لما نعرف شنو مثلا ما نقول أنا عندي سيارة أول ما نسوك سيارة دائما نكون خايفين صح حتى لو السائق اللي دربنا اللي علمنا يقول ما تخافون في سكانين طبعا هذا هذا مش شباب أعتقد الشباب تروح ونسوك ونه ونه بس بس هم نخاف صح أول مرة نركب ليش نخاف تجربة جديدة جديدة معناتنا أني لا أعرف أسوك فطالما ما أعرف إذنيني خوف هذا وايد شي مهم طبعا هاي سيارة وشي تصيط بس وايد أشياء بحياتنا ما نعرفها ولذلك نخاف منها خوف من المجهول الغير معروف أي شي حتى مثلا أحد يعطيني أكل يديدة لذيذة بس ما أعرفها ما تشجع بعدين لما نعرف السيارة ونعرف المانيول تبعها أو أي مكينة أو أول مرة خبيننا موبايل سمارت أو أول لابتوب كان وما نعرف وبعدين يصير بيس أوف كيك حقنا فأي شي نعرف يصبح صديقنا أي شي ما نعرف صعب ويخوف عندنا اليوم رح نبدأ بأسئلة عشان نشوف قدرات أنه شنو نفهم أول وإذا فهمنا صير كل شي سهل هل عنده ورقة وقلم في أحد يبي الورقة وقلم موجود هنا لا لا فيه أتما رح يبلوكم حسن تبي واحدا سوف أحصل لك عادي لا لا اللي رايحج سوف أحصل رح يكون في ثراثة سئلة نور مستعد بس حبت أقول لكم في في كور سيديد رح يبدأ مع بالإنجليش اللي حابب لحقكم وهو يعني زيارة الخير بخيرين فما يقولون أو إذا تبعون أحد حتى لو معربي أجنبي يبي يحضر فهلا وسهلا بعد في الكورس رح يبدأ يوم الأثنين ورح أعطيكم هل هل معاي بالبرودكاست ميتم لا عشان تعرفون الإنستجرام اللي يبي نحن ندس كالأكتيفتيز هارموني هاوس أوك وموجود تبع بتبع بيت ربعد فالسؤال الأول لا نفسه نفس يعني دفرنت فليفر شوية فليفر هندي إنجليزي في شوية حلو بهارات حلوة هو دايما يعني لما ناخذ الكورس نعرفها بس يتعمق يصير لمعنى غير يسمونا دفرنت يعني كورنرز من الشي نشوفه فيصير يعني أنا خبت يمكن سبع تمان مرات من دفرنت تيتشيرز وكلهم ممتازين بس الواحد يعرف شيء طريقة غير من تيتشير تاني فيصير بس يتعمق بعدين نحن نعرف كل شيء بس عندنا خاصية المسيان لما نعيد مثل نفس شيء قصة السيارة عرفت الحين بس إذا ماسكتها سنة وأريد شوية أرجع ف سؤال الأول من هو عدوي بما معنى ما زلنا بالسؤال الأول هل يمكن وصفكم له يعني أريد الوصف تبعا أو صفول العدو عندك حسن تفتر قلم كابل وهذا سؤال الأول والسؤال الثاني ما هي الأشياء أو الأفعال أو الشخصيات التي تجعلني في حالة الإحساس بأن هذا عدو بحالة يعني خوف أو الإحساس بأن هذا عدو ورقم ثلاثة ما هي الأحاسيس وهذا وايد أهم سؤال ما هي الأحاسيس التي تأتي إلي من العدو شون أعرف أن هذا عدو يعني شنو الأحاسيس اللي قلت عنها هذا عدوي شنو نوع الإحساس اللي يلي لما أوصف عدو فكل سؤال يعني لو نأخذ في دقيقتين بحيث أن خلال خمس دقائق تكونوا نجاوبتوا من هو عدوي وما هو صفات العدوي اللي يبالج كل هذا كبير هو متشعب ورقم ثنين ما هي الأشياء أو الأفعال أو الشخصيات التي تجعلني في حالة إحساس بأن هذا عدو شون حدد هذا عدوي شون لي خلاني أقول هذا عدو والسؤال الثالث ما هي المشاعر التي تقتيني عندما أرى العدو تكتبون معنا باقي دقيقة أتوقع يعني كلنا نعرف من وعدائنا من وعدائنا ما هي المشاعر يصير أن أنا ننسى غفلة غفلة أوكي بدري شون تبت قولين لا أقلت إذا بسألكم إذا كل إحنا كان عددنا قليل إذا كل واحد يقول كلمة واحدة بس من شنو شيطان شنو وصف الشيطان وصفين مياه وسواس أيوه في التفكير يعني لوسوس أوكي بعيد فاطمة كسل باحتزاز احتقى في نفسه صح سعاد سعاد يكفي أهلا شنو الوصف ما عليك حق العدل أنا يسمي يعني أنت ما عليك أنت سريع نت الحدو ومن يبوني نشوفوني خاشرة وم وعيد يعني أهما يبوني شوفوني ومن هدولة أهما أهما أشخاص أهما 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 وإنتي شنو حساسك لما أهما يبوني شوفوني لابسة أزرق فاشلة طويلة واتفر واتفر أهما يبوني شوفوني بس أنا شنو حساسي بس لحن هذا عرفنا عنهم بس أنا أتكلم عدوي أنا يعني أنا شنو فكري تجاه الشي هم أهما هم أهما أهما أستمر هل يعني مثل ما قالت فاطمة أحتز أهما أحتز أهما أحتز أحتز في خطي بنفسي لما أحد يقول لي أهما صحيح أكون يعني مضايق إذن تصير فيني مثل نوع من الضيقة صح؟ والذي هو هذا السؤال الثالث اللي هي المشاعر التي تيني فإذن عدوي من يسبب لي ضيقة أو احتزاز بالثقة احنا طبعا هنا لما نتكلم عن موضوعنا كله عن الروح معناته أنا أدري في ناس برا في أفعال في أشياء كلها هذي تتحرك ما توقف صح؟ اليوم شخص تعدي يضايقني باتشرة راح مات خدفة ما أدري راح يمودال ثاني يروح همبي مودال ثالث بس أنا شنو؟ هذا اللي أهم الحين يعني بالروحانية نتكلم أنا شون أشوف هذا العدو هذا الأهم فمثل ما قلتي هو سبب لي ضيقة في ذاتي خلاني أعيش حالة من عدم الثقة أو عدم الوقت فهذه الثقتي بروحي يعني أنا كنت زينة ماشية بس بعدين هو هستقتي انت فاشل انت مشاريع كلها فاشلة ما راح تنجح ما راح كذا ما راح يستمرون بهالشي راح تخف الحالة أوكي أوكي تساؤل غضب لحوشنا يعني ذا العدوي هو مسبب الغضب لي شكراً وعبد الله نبي يعني نمر بكلمتين ثلاثة بس نبي بس المشاعر نفسها 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 إن أتصحي يعني أتصحي كان جاسب أمي نعم حسن فاقة السعادة فاقة السعادة فاقة السعادة فاقة السعادة فاقة السعادة أي مشاعر تبين أن أعملتها من السبب أنا أصبحتها نشاعر أن أسنونا من نفسي هي أسائل أسائل لكن أسرل أنا اطاق للسعادة أنا سعيد أنا سعيد وأنا طاقت السعادة أنا طاقت السعادة إذا فاقت السعادة فأنا عدو نفسي نائس وميثم حتى قصدك العدو الفيزيكي الممكن يخليني بلا ثنين أنا كنت قاعدة يفكر له يانا الحين أسد مثلاً شاعد نسوي يعني فيزيائياً كمان مو بس حقياً شذي يعني الثوت لأن السيطة بالنسبة لي على أي شيء يسيطر علي سواء كان لك حياتي صحيح سيطرة على قدراتي قيد يعني سوالي قيد في حالة عنف كأنه العنف داخلي كأنه ما هو الخارجي بنال على العنفي الداخلي أبرد على هذا العدو مثل ما قلت قاعدة العدو يولد فينا العنف أيضاً جيداً جيداً وهيبة شنو موديل شكله ويها نعم جاء من السئل سيبهل أنا في إجابة نعم أو لا نعم في عند الأدو لكن خلال أرى أنا توقع أنا من إجابتي كانت الأدو أدو ما هو مو المادية المعنوية أنا في أعداء معنوية لها الأفكار والأكل أنا في أعداء كل مادية مادية بالنسبة لي أنا الأدو اللي منا يتلبه يستهدف كل شيء هذا ما أنا في المصبال ما أقدر أودتها لأي نقطة لأنه ممكن يعني يسوي أي شيء هذا كإنسان يعني كإنسان فما عنده أي فكرة تريد أن يقول لا شنو اللي حاسيت أنا أخذت انزعاج يعني انزعاج يعني شنو بالضبط أخو كل هذول انزعاج بس شنو نوع الحاسة إحنا ليش نبي نعرف الإحساس أنا بنروح للروت مالتا رفض يعني ترصدين عدم قبول كذا إحنا ترى وايد عندنا أحاسيس كلمة مثل ما قلنا بالبداية كلمة أفهم الإحساس كلمة عرفة عالجة وايد مهم إحنا تعودنا حاسيس عشوائية وهذا لمؤذين شنو نوع الأذى شنو بالضبط شنو نوع المرض حتى لما يصير فينا حساسية الدكتور يعطيك الحساسية مختلفة بعد ثاني دواها إحنا يا الله نفس الدوا أمس كان فيكم حساسية عطنية يطلع يهيجني أكثر فإحنا كل ما نعرف شنو المرض بالضبط اللي فينا ويهفتو نو إكزاكتلي بالضبط كل ما عرفنا الدوا مالا وماكو دكتور بالعالم حق أمراضي غيري أنا طبعا بعدين الله سبحانه يساعدني إني أعرف مرضي وعاجة يعطيني السبورت والدعم والقوة إن أقدر لأن إحنا نضعف بس ماكو أحد أذكى وأقوى مننا إحنا مني أنا حق ذاتي هذا لازم بعد نفهمه وننتهي بكارولين كارمل إيه أنا أقول إنها أنا أقول إنها أنا أقول إنها وإنها أصدقائي وإنها أقول إنها أصدقائي لا تتوقع لذلك يأتي جد لأذكار سوداء وبنتخليني بارالايز بارالايز حلوة مشلول من يعني وقف تفكير إني أعرف يعني بدي أعمل أصدقائي يشل عقلي ولما أنشل معناتي خلاص معارف شو أعمل وبعض المرات تلاحظون إحنا ما نعرف شنو أحساس اللي فيني يعني نوصل مرحلة بعمل حتى الإحساس معارفة ميزة وبعض المرات يعني يكون ماكو عدو بس ييني هالإحساس ليكم ماكو الأمور ماشية تمام والحياة حلوة يحصها بعدين بوم يطلع هالشعور فمعناته شنو كل شي وين موجود داخلي بالضبط بالفكر داخلي بس إحنا شنسمي هذين نسميهم تريقر تريقر إنسرومنت اللي هما الناس هذي اللي تيني شخصية هذي اللي ما عنده قلب اللي أي أفكار السوداء وأي شي يخليني يضرب الأزرار اللي عندي هي موجودة بس في حالة سبات بس القنابل موجودة بس ما أحد أعطاها الشعلة بس اللي باني القنبلة ومجهزة ومرتبها منه أنا بس اللي جدامي شوية شعل لكن أهي القنبلة من زمان موجودة داخلي بس إحنا ننتظر أحد تتريجر تني بنلاقي بوم نخلي كل دمار حياتنا من هذا من هذه الشخصية بس هو مسكين مر وعطانك مور أحنا نسميه حدث هو حدث مر في حياتي فالأحداث تمر الأشخاص يمرون الأشياء حتى تمر الحر مثلا نحين نتأثر من الحار يصير فينا حساسية وتبر يصير فينا بس هو سيزن ويروح سيزن ويروح دورة الحياة وتمشي بس من هو اللي قاعد كل مرة تجاه هذا تجاه ذاك تجاه صح هو أنا اللي من كل واحد يمن كله قلتوا عجيب يعني كنت قاعدة أدور على المشاعر لأنه فيه مشاعر دي قابل تطلع هالأيام ألوان مختلفة من موديلات المشاعر فكلها صحيحة ومثل ما قلت الوسواس هذا اللي زن على راسي بعد المرات تشوفون أن الفكرة هذه الدور طول اليوم مؤذية الشخص مسكين قال كلمة وراح يعني راح بطريجة ويمكن غفرت لأنا بعد بس البزن يسمونه يدخل في عقلي ويستمر لأن القنابل أصلا كانت موجودة فيني فأنا يعني باختصار إنه أن أنا أنظف اللي بداخلي هذه حفظوها يعني أنا خلقت هذه القنابل لها كلها هذه بسرعة نقولها في ناس بعد يخافون من الوحدة الوحدة يعتبر عدوهم الحين هذا مثلا ضل راقل سوري يعني مع احترامي للإخوان ضل راقل ولد الحيطة حيطة علاقة الموجودة الآن راقل يروح أي وقت فليش من خوف من شنو من الوحدة أن أنا ليش عيش وحيد بس هو هذا مو عدو الوحدة وحدتي بأفكاري هي سبب فهي وايد عندنا أمثلة مثل هذه تطلع هذا يعني طلعت شسمة بالعكس فيه رجال حبوبي حلو ولكن إحنا بسبب شيء أنا فكرت فيه إنه فيني صار عندي أبي أعالجة بطريقة غلط أكثر لأن عندي هذا الإحساس اللي أنا خلقته وأنا معارف أنا خلقت الوحدة أنا خلقت الألم الوسواس الغرور الخوف العدام الثقة في ذاتي الشعور بالذنب الفقدان السعادة اللي هو قيد في قدراتي بالعنف بالانسعاج بالشلل كلها هذه يعني I created it to myself أنا كلها خلقتها ذاتي يبار عن قناة بالقناة بالقناة بالصغيرة فلما يشعلها أي أحد فيني فأنا انفجارات داخلي وبالتالي آخذ بناء عليها قرارات خاطئة وأشوف هذا الشخص اللي شعل هو العدو بس هو مجرد حدف مر أمامي ظروف تمر فينا بحياتنا نفقد أحد بعض المرات نفقد أغراب نفقد عمل نفقد مال بيت كان عندي وراح وحدة لبنانية يعني كان عندها كاش بتشتري البيت خلاص سوى والأقد راح و البنك صار قرار لبنان حجز على البيت راح بيتها كل فلوس هاللي بالكويت مسكين تزدتهم في يوم وليلة راح منها صار عندها الخوف وهو شعور بعدم الاستقرار خلاص أنا مو مستقر بس عجين هذا حدف صار قانون تغير بالبلد ترى اعداءنا هذي نشوف تتغير قوانين كل يوم تطلع امراض يطلع كورونا يعني في ناس يفقدون اعمال يفقدون بس بالاخير من اللي اللي سوى موديل المشاعر هذي هذي موديلات هلحين فهذا الموديل منه خلقه أنا خلقته اذا انا بذرة الفكرة هي انا خلقها ومثل ما يقولون الحين السايكولوجيست ان ان الانسان باليوم الواحد يفكر بوايد افكار توصل تلاتين الف فكرة باليوم تسعين بالمية منها تعتبر ويست فول فوتس اللي هي الضائع تخيلوا عشرة بالمية فقط منها اللي هذي بعد العشرة اللي وايد بوزيتف في ناس يمكن واحد بالمية اللي انا اعتبرها مفيدة نزين فليش هي تعتبر ويست هذا بعد لازم نفهم هاي النقطة تانية الويست لانها ما صال لها تفعيل يعني انا فكرت اشتري هالشي واسوي وكذا وبعدين رحت في اعماق هذه الفكرة احلام وخيالات بس بس تفعيل ما تولدت من هذه الفكرة الفكرة هو حلو الواحد يخطط بس وين وي قو اكستريم بالافكار اللي هي عمرها ما رح تنطبط وانا قدر انها ما رح تنطبط بس قاعدة افكر وتخيلت هذا الشخص باتش بي وبيقول لي كلام موزين وبيهز من شخصيتي وما بس هو الصج مو موجود الشي هذا مو موجود بس انا قاعدة افكر فيه ومن كثر ما افكر فيه بعد ما تخلق انا اصلا اخلي شخصية جدامتي تخلق لي لانا انا محتاج هذا محتاج الخوف محتاج احتزاز الثقة فاحنا عندنا عقل ويت باورفل فليا يكون صديق يا يكون عدو لذلك نرجع الحين للأسنس للخلاصة واعتقد انتم كلكم ما شاء الله عارفين يعني انما راح نتكلم وائد عن الفكرة الضائقة اكيد تعرفونا الخلاصة ان انا قاعد ابذر هذه البذرة مات الفكر صح اذا انا ليش اخلقها هذه البذرة ليش احطها الحين انا مثلا حطيت في شجرة المانغو لذيذة صح المانغو اذا بذرتها الحين بعد اربع سنوات تطلع لي انا عارف فيمار تبعت المانغو لذيذة فأخلقها بس اذا انا بخلق شنو شي اسم مثلا حشيش هذا مو الحشيش هذا فرح يطلع لي حشيش اللي رح يدمرني او او اكله طعمها مو زي فبالاخير انا ادري انه فيمار هالشي رح يوصلني لهني اذا خلقت فكرة انه هذا الشخص يدياني بيزعجني هذا المكان اذا قعدت بهالجو رح اتعب رح يصير فيني صداء فاحنا احنا نخلق هالفكار انا يكون عندي دايما بالصيف يعني مشن اروح في من الكويت ومن داخل يقول اشو افك من الحرارة بس هالسنة بالفعل شفت جميل الكويت بالحرارة بالشمس يعني حرارة شوية شوية سيارة فيها مكيف البيت فيه مكيف بس يعني بعدين عرفت ان انا قاعدة اخلق عدو اسمه الحرارة ايه بعدين خلاص ايه بروجيكت فهو شوية ريق ادخل مثل مقام محمد شي شال مني سعادتي هو يعتبر هذا العدو لانحين وصف العدو لازم نفهم عشان خلاص اذا ما عندي عدو بالحياة ترى رح اكون اسعد انسان اكون في اقصى حالة سعادة بس اليفنتات بتصير وترى يعني الحياة حسب ما احنا نفهمها الحين صارت اصعب قوانين اصعب كل يوم الناس صارت واي تعبانة مساكن الناس قاعدة تشوفونهم بسرعة يعصبون بسرعة فانا لازم يكون عندي بعد رحمة العكس ان الناس هذي الغافلة عن هذا التفكير واللي غافلة عن عدوها هي رح تكون مسكينة بحالة صعبة وتتعب وتعرفون كل ما الانسان كان طيب وقوي كل ما الناس التعبانة ترى تي حق القوي ما تي حق المسكين وضعيف بعد قاعدة فالثة لازم نفهمها بس يعني مو ابين اني انا ضعيف بالعكس اذا هو يايني وانا قوي معناته بالفعل يحتاج مني رحمة يحتاج مني كلمة عطاء توجيه بس انا اكون ارفع بهالشي اكون اسمه وما شوفه بغرور ما شوفه بالعكس هو محتاج وعطيه على قد هذا ما ضيع وقت يوايد هم بعد عشان في ناس يقولون انهم بيدرين سحبة وطاقتي بس معناته انا طاقتي خربوطة اللي بسرعة تنسحل صح تعفوني مثلا واحد قاعد يكح نزين وانا صرت كح منه قل اوه خلاص عادتني نزين انا وين الاميون سيستم مالي وين مناعتي القوية ليش عسا ما كح من هناك انا كح ورا ايه فمعناته ليش النيكتيفتي مالت انا اتعاد منه للأكس صحيح فضاي وعطيت دوة اقول لهاك عشان توقف الكح عندك مو انا اصير اكح وقول بسببك انا اتعاديت منك وخليتني اكح والكح هذول اللي قلتونا عنها صح اللي شاركناها فشنو الاميون سيستم شنو المناعمات اللي تخليني اي واحد يكح حولي انا ما تأثر منه اي واحد فيه نيكتيفتي ودرين انرجي انا مفروض ما تأثر منه عن القاعدة ما دوين صن الرابعة والخامسة دايما كل ما احس انا ان فيه شخص قاعد يسحب طاقتي رح يتكرر هالشخصية تعرفون لعبة ويرز وولي هذا اللي ويرز يعني ندوره وين من بين الجموع فنصير احنا في هذه الحالة اين انت يا وولي وهي شخصية في دفتر كلي ما ليا حال كنت حب انا لعبك قبل ليا حال شخصية يلبس خطوط حمرة ولبس منطلون ازرق وينحط بين البحر محطة القطار صغير بين الف شخصية فشون متحطة عاد الذك اللي يتطلع بسرعة اللي فيها ايه نطلع في احنا نصير في حالة ويرز وولي هذا احنا ندوره لان انا قاعد كل من خوفي من هذه الشخصية جيني او من هذا الحدث يصير فيني ام كرياتين في بالي وكثر ما اخلق اتش اني قاعد دوره فش يصير مع الوقت كل يوم بيمر علي نفس الشخصية هذي لان انا قاعد افكر فيه لين ما يقول هات القدر يقول تابين هات شكاهو وانت قاعد تفكرين فيه تفضلو فهار نقطة وايد مهمة ننتبه لها احد يقول انا ما عندي فلوس راح مني the more انا اقول ما عندي the more الاحداث تصير اللي امام منها تخليني اخسر هو مو بس اجذب واحد انجذاب بما معنى بالفكر ان انا القدر يقول لي ان شاء الله تابين ما كو فلوس ان شاء الله راح اوصل متل ما انت تابين فييني هالحدث فوايد مو اني انا احاول ما افكر فيه ما اقول هو ترى موجود بس شلون انا اخلي يعني ايه اخلي ايجاب ان لا بالعكس انا شل انا اقصني العكس افكر حلو اقول لكم لا تفكرون في بنانة لا تفكرون في بنانة في موزة تفكرون اذا قلت ما بي افكر فيه راح يرق بس خل افكر الحكس اشلون انا عندي اللي يصمونا هذا بعد الامتنان للشيء انه انا انا ممتن انه انا مثلا شخص اللي اديني خلنا اخذ هذا الحال اللي كل يوم بس يبي يزعزع ثقتي لو انا اكون بامتنان ان الحمد الله انا في حالة قوية ترى اللي يزعزع ثقتي يكون شخص اقل مني حتى لو يبدو احسن مني بزنس بيرسون او شخصية جميلة وتبر يعني فيها بس من داخلهم ابعاف ويونج الدام عشان ياخذون مننا قوة مو ياخذون يقصدون ياخذون هما يبون منهم عشان اللي فيهم يشوفون دائما اذا انا مثلا شخص غضبان دائما تشوفون يحب يقعد مع واحد هادي وانروح يدور واحد غضبان فنفس الشيء اللي فاقد هذا الثبات اييني انا عشان يتعلم مني اذا انا اذا اثرت منك نفسك حتة انه ما عندي ما عندي قوة و داخلي فلذلك نرجع انه احنا ما ما نتأثر منهم لاننا مساكين اوه مايين لاننا احنا فينا هالقوة فينا هالثبات فينا فينا فهم ولذلك ويفيس هال 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 اشكال والحين شراح نسوي ذحاشنا هالشي اقول لا ان انا يصير عندي الامتنان ان انا شخص قوي شخص عندي ثقة طبيعي مو مشلول ما كل شيء شفنا نسوي العكس خوف لا انا بامان شلي خليني اخاف بالما الحدث ما صار ليش ليش افكر انه باتر رح يصير طبعا احنا نخضط لحياتنا ليوم نال بس ما يصير عندي ان افكر هالشي باتر يصير ابدا امره ما رح يصير ترى الا اذا فكرت وايد اشياء احنا نعيش هني بعد يكون ما عندنا امكانيات يكون ما عندنا الشي اللي بس لان بنية شي زين ابي يصير وعندي قدرات يصير هالشي يصير موجود امكانيات تصير موجودة الاحداث تصير لصالحة وليس العكس يعني في وايد اشياء تمر عندنا كان لدينا مثلا الموضوع الرخصة طلعت شغلة يديدة اسمها متناحية الصغر يعني عمرنا ما فكرنا رح يطلع هالقانون ونحل الموضوع وصار وايد اشياء ممكن تطلع من القدر يسخر ها لي فهذه لازم بعد النقطة ان انا يكون عندي وايد ثقة صحيح 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 اشياء استمع للاخرين واعتقد ان هذا هو الصح البيئة صح بيئة المجتمع ايه هذه طبعا موجودة بس انا هذه اللي قاعدة اقول انا ليش المناعة عندي ضعيفة ليش هتأثر حتى من البيئة طبعا هذه حالة قوة اوصلها مع الوقت ان انا اتفاعل مع البيئة احترمهم اللي يسمون الحين عادات تقاليد وشياء ثانية تسمى اراعيها واحترمها بس ما بيها تأثر فيني انا عندي هذا الاقل الجوهرة اللي الله وارثني اياها وعندي فكر وذكاء وجواهر ومعرفة ليش اتأثر ما صير ضدها في ناس يتغورون يصيرون يعارضون ما يخلي موجود موجود بس انا مو متأثر وبالطبع اذا نوصل لمستوى الوعي مش بتبطل تأثر شونا يصير عنا وش نتنطر غير اذا كنا بالاول اذا كنا بالاول اوكي اذا كنا بالاول نحارب البيئة او الكولتشر اللي نحنا فينا فيها نصير نحترمها نصير نشوفها بغير منظار يعني بصير بصير بعرف ليه هن هيك او ليه فكروا هيك وليه انا بطلت مثلا هيك بالعكس نصير نفهمها وبالعك وبالعكس يصير المجتمع واحد حبوب معنا يعني لما انا ما اشوفها غلط نفس الشخصية هذي اللي قذتني اللي انا اعتقد طبعا انها قذتني هي لما اشوفها احترمها هي راح تصير متعاونة معاي فهي كلها بالاخير شنو ماي اون اللي هي بدت فيه بدرية الوسواس الخناص هذا العدو ما ليه الشيطان اللي احنا نسميه صح موجود في الاديان في في معتقدات في وانطقة وجمرات عليه وكل الشيء عنا نسوي بس وينه مات نش مراضي يموت احنا شمسنا 1400 سنة قاعد نحاول ندبح فيه بس موجود الشيطان اذا هو وين لش مقادرين نحرق ندفنة كلنا سبعة بليون على الارض ما نشوفها شون طقعي بطط صحيح بس بس بتحديد بس نحن اتفقنا ما شاء الله عليكم ان كل من العقل خلاص يعني كلنا عرفنا انه بالأخير حتى لو اشخاص مثل ما قلنا هم اللي يسووني يطقون الزرار مالنا بس انا عندي ثقة تام ما في ذات لو يطق الاربعين الزرار صح ولا تعود حليمة الى عادتها القديمة في نفس الفكر كلنا خبراء احنا بس نعيد نفس الخطأ وانا بعد يصير فيني فيعني ليش قاعد يصير فينا هالشيء لأن طول اليوم هذه اللي هي الافكار الزايدة باعتقاد كانت قبل قلون لنا اعتقاد اللي يتفكر يتمنطق والمنطق هو kind of prestige صح كل ما صار واحد عنده منطق فاحنا لا شعوريا وايد صرنا ندخل لمرحلة التفكير الزايد التفكير الزايد يخلي هو اللي يصير مو الاشخاص اللي جدامنا اوكي الاشخاص وصلوني لمرحلة زيادة التفكير فاحنا اذا خنروح للروت مات البذرة احنا عرفنا اول شي منه هو العدو وشنو الاحاسيس هذي اللي قاعد هنا اللي مثل ما قلنا قاعد جمد قاعد تحرمنا من الاحساس بالطمأنينة خلال اليوم وناسة سعادة هالل ما بنعيش صح ولا شو أي شي نحنا ناكل ونشرب ونطلع بس شنو ابي ابي استانس ابي وين موجود بالشمس بالغابة موجود بالشغل موجود بين ناس مزعجين انا من داخلي ابي هالمشاعر اذا الهدف والغاية مات ابي اوصل لمشاعر راحة طمأنينة وسعادة هذا الالتمت هذا الهدف والغاية صح بعدين عندي اشياء ثانية بعد ابيها فاللي قاعد يسحب مني هذا الشيء هو فكري زائد 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 ونحن ترى ما نحس لانه صارت عادة كان معانا واحد بالدوام كله مصباح تشري صوت ازعاج فنقول ايه والله الصج آسف ثانية واحدة بعدين بعدين مرة ثانية لا شعوريا وزعاج بس هو مسكين ما يدري انه هو قاعد يلعب في مصباحه ايه وهو ما يبي حاس انه هذا قاعد يزعج في مسكين بالاخير كسر خاطر يعني انه كل من قاعد يزفه بس احنا تخيلوا هذا مصباح ونسمع صوته وهذا لكن في نفس صوت المصباح نفس صوت الاجراس نفس صوت الازعاج في داخلنا من كثرة تخيلوا احنا قاعد نلعب بالمصباح من داخلنا ازعاج مو قاعد ومفروض المصباح يذكر انه يذكر الله it's a way to the tool نخلط نشغلها بس مثل ما قلنا نخض 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 دعما نخض لبن نخض ما راح يطلع لي زبدة منو هي اي اللي هو انا كفكر اي هذا هو بس منو اللي خلق الفكرة انا عبدالله الروح ما اكو الحم ما اكو وعينا خلاص انا اي لان نفيه اي 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 تقعد تقول عدم الوعي ما هو اللي قاعد يفكر اخذ 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 صار علي صار بالوضع فربح مع الان اذا انا اخذ افكاري صح مو الحدث اخذ افكاري اي هذا انا بنوصل الحدث راح يمشي انت هل عندي شك انباشر ما تطلع الشمس اي عندنا يقين انباشر الشمس راح تصير بيضة فالأحداث تمشي بعدين صير الظهور صير العصر صير المغرب صير الليل حدث قاعد يمشي كرة الأرضية الأحداث طاتر ناس بنشوفهم أشكال ألوان تطلع بحياتنا ومتغيرات لن تتوقف واحد موديلة أكشر واحد حليب واحد طيب واحد بس يصر واحد شغلته بس يطلق زرار الإيذاء هالموديلات كلها موجودة لكن القصة كلها أنا أنا شنو تجاه الأحداث إذن أنا لما أفكر أفكر حسب الحدث ولا أفكر حسب ما أنا أريد حسب العالم صور العالم في المداني الوحوان ده يشوي أغلب سيح سيحوان الجامعين السوصالاتية وجراء المشترعات تلوث الوحوان الم Kung 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 travaille وضع النوقات الوحوان أن القصرة فيها منها الذين يظهر فيها وجراء الدماني هو عدم الشيء الدوج سيحوان unu في سوء المصفح اشتركوا في القناة 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 لأن احنا باي نيتشر باي الفطرة باي اللي يسمونا الانستيكت وناترال نيتشر نسوي كل شيء مثل الطير اللي يروح الصبح ويريت ماكل شارب نايم حسن منا أثكى وايد منا صار نحين مما البني آدم صار بس كي ما يعرف يدبر حياته يعني صار عقلنا أصغر من عقل الطير فإذا أهو يعرف أنا شفيني ما عرف ليش أفكر فالنويس الملوث صار يسمونا the internal noise of the mind صار هو أحد ملوثات the toxins of the mind اللي هما سموم العقل بسبب التفكير زايد فالتفكير زايد هي مثل ما نقول مكينة قاعد يستخدمها كل يوم فرقم واحد I stop التفكير زين أنا عقلي مثل القلب موجود عشان يفكر صح ما ندرى واكفة فأين نستخدمها الحين التوجيه إن إلى يا إما أفعال أفكر بموضوع أبي أحوله إلى فعل أبي أعمل مثلاً اللي يبي يعمل عمل تطوعي اللي يبي يزرع اللي يبي أستخدمها إنه أفكر أروح أشتري هالزرعة بأخضر الكويت للي يبهو للمصوحهم اللي يبي أعلي من المصوح المصوحي بموضوع أفوة أشحي للتفكير أو إلا أنا ما عندي هالقدرات إلى جانبة يعني إنه أفكر بشيء يخليني دائماً في حالة هدوء دائماً في حالة كالمنغ الفذرع عشان أحول البلوشن إلى وعكس التلوث هو بيئة نظيفة فأنت أخلي هذا بيئتي نظيفة من داخل هذه ضرورة يعرفها أنه عن طريق البطارية اللي نسميها الباردة اللي تشحن العقل وهي في حالة برود تزيدني هدوء، تزيدني سلام، تزيدني أقلانية بالأصح من وين غير البطارية نيبها؟ تزيدني أقلانية بالأصحة تزيدني أقلانية بالأصحة تفسي يقول واحد يعني كيفية عيون اللي يحددها يعني بذلك وضعها يعني هذا دراد الفكري يبدو العقل هو يستخدم الأدوات من المكتر عشان يوصلت حد هذا الهدف عدتنا نجد تبعف هذه الهدوات لا تبعف صح واحد هي ترى يعني إحنا من كثر ما فقدنا الثقة في ذاتنا فقدنا الثقة بالقدر القدر ترى عجيب يعني فيه عسى أن تكرهوا شيء هو خير لكم القدر هو موجود نفس الطير الطير يلقى الشجرة يلقى الأكل يلقى العشة يم بيتنا هنا احنا بيتنا على الزاوية هذا البيت في عشة بعضهم من من فايبر بلاستيك من حديدة سوت عشتها خلصت عجيبة هالأم الطير اللي يابت البيض والكتاكيت النيتشر أعطاها مع أنه كلها يعني سنتتيك نيتشر بس قدرت دبرت روحها فالقدر دائماً لصالحنا بس لأننا ما نثق في القدر وما نثق في الله بعد فصلنا في حالة الله موجود وحبيبي وما دوشنا هذا اللي علمنا الملا صالح والقدر ما ندري لأنه اللي قاعد يصير كله سلبي فاوين توجهنا طبطت مثل ما قدت كلنا أنا لازم أوجد حلول أنا لازم اللي أفكر وأدبر وأحاول الجهد شي حلو بس ليش ما حتى أخلي الله والقدر يساعدني وأنا أصلاً عايش في هذا الكرة الأرضية عايش مع القدر والقدر ترى الناس اللي حولي الطبيعة السيستم يساعد أوتما تكلهوية إذا صار عندي إيمان في ذاتي وفي القدر وفي الله الفكر يصير أهوية طبيعي لأنه يصير تشوند تعرفون ما صار تسونامي في تايلند اكتشفوا أن الحيوانات راحوا في الجبال يومين ثلاثة قبل ولا حيوان مات من التسونامي منه اللي مات بني آدم مين؟ معناته منه اللي هبلوا وما يفهمون بني آدم ليش أنا ذي وير تيوند لما يصير هذا الضرب السايكلون هذا على ما يوصل ياخذ أيام يعني أسبوع أيام فيصير في ذبذبات ذبذبات فالحيوان يحس بالأرض يحس بالساوند يحس بالنيتر فهي أعلم يوجد خطر راحوا كلهم على الجبال ما عدا مساكن البيوت اللي أهلهم حرموهم بس كلهم مع النيتر إحنا تخيلوا عندنا بس إحنا لأننا مشغولين فما صار عندنا تشوني مع النيتر مع الطبيعة مع القدر مثل ما قاعدة أقول الحين حتى الشمس والحرارة قمت تحبها ما أتقبلها وتعايش ورح نشوفها طيب ترى رح نشوف يعني الحين حتى قاعدة طالة بهالحر بس في وردة أحمر شون سربايفل هذي يعني صرت ما راحس إنه أقدر وردها الكبرها كلها إذا عندي إيمان بأن القدر معاي وآدل رح ألقى كل شيء فحتى هذا رح يساعد إنه تفكيري ما يكون زايد أخطط وفكلا أنا عندنا عقل هذا أبي أسوي مشروع قوي أحط خطتي أحط الشغل مالي بس أؤمن بالقدر فهذه بعض نقطة من الحلول الثانية إنه I have to put respect وإيمان في القدر وإذا ياتني طبعا إحنا متعودين المكينة تشتغل هذي اللي هو التفكير الزايد هذا ما روح لأنه هي عادة فالحين أبخفف العادة هذي فش نسويه شي نسمي فول ستوب يعني مثل شون بريك سيارة واحد متعود عليه السوق سريع وهذا بس صار للشغلة لازم يعرف يطق بريك إذا ما يعرف يطق بريك روح يتعام بالطوفة فإحنا نفس الشي We have to learn شنون نسوي بريك وفول ستوب حق الاكسس سوف تنكين لازم نتعلمه ونسميه إحنا في سكند أوقف شون أعرف لأنه أبدأ أشوف أني قاعد أفكر مثل ما قلنا التسعين بالمئة من أفكاري مو بالحاضر كلها يا بالمستقبل يا بالماضي يا بالخوف كل هالأشياء اللي قلناها بالشلل بالخوف بعدم الثقة هذي كلها أشياء مو موجودة أنا قاعد أتخيلها أنا قاعد أتخيل نفسي راح أصير مشلول أتخيل نفسي راح أخاف أنا قاعد أتخيل كيف بلشت مشفار صار فيه إكسفينينس عندي بالعائزة تشفنا أنه حدا من العائزة كتير قليل معه كانسر بوقت تاي دنهار بلشت الأفكار السوداء صرت أنا حكيم وصرت شخص على حالي زي وجامي راسي صار معي كانسر بالرأس ما هذا الخوف يعني البيضة قبل أو الجيجة قبل يعني الخوف قبل أو لا شوفي إذا مثلا كان في وحدة تقولي أمس أن الكانسر هو ورافي أول مرة أنا أدري أنه ورافي صراطان ورافي فهي طلع أنه من أهلها صح صح في هالحالة أنا أيدول طبعا أنا ما أقول يلا القدر بيساعدني وألقى دكتور مش خاطع حالي هو جوزي كورافة بس أنه نأكل نفس الأكل فالخوف الخوف من مرض نفسه طبعا سوداوية صحيح بس خليني أفكر وأقول أنه أنا إذا فكرت في الفكرة السوداء رح أساعد المسكين زوجي أو لا 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 أنا أسأل حالي يعني أنا أنا أسأل نفسي أنه أنا لما أفكر بها الأفكار رح تفيدني وتفيده يس أو لا أي إذن لأنها قاعد أستخدم البنزين تبع فكري والطاقة في نهاية اليوم لما أبيها حق شي مفيد تكون مستنفذة فراح مني حدا أنا كتير فوزة بالحياة عندي إيمان جميل بس طبعا لي صار فينا لما يكون حدث يعني برافو عليك صراحة يعني إنه إنه إذا يكون هذا حدث شوك إنه أول مرة ورح يصير وطبعا إحنا ويكانوت نحط الفول ستوب مرة واحدة بس أتليست الحين عرفت ف حياتنا أكيد مرينا في مواقف خلتنا إما قبل نبني علينا أشياء نكون مو واعيد حق اللي قاعد يصير صحيح صحيح إيه لأن أنا مفروض أسأل نفسي أنا ش راح يفيدني هالفكرة اللي راح أفكر فيها نستفيد فالنغض اللي قلتيها علينا نوستوب وأنا بشعر بالسعادة وإذا شنو الفكرة اللي اللي وراها اللي وراها صار لأنا خنقول مثلا الحدث الحين الكانسر صار موجود فأنا الحين مفروض أفكر العكس شنو الفكر اللي لازم الحين أعمله عشان يكون عندي هذه الرحمة أو الحب اللي أقدر يحتاج هذا الشخص ساعده إذا أنا مفروض أبدأ بفكر مفيد يعني مثلا أدور حكيم يعني اليوم خلصت فيك بس حتى كان أصعب شي بالنسبة لي وجودة بالمركز ما أتحمل شوك العالم مريضة مش راس قلبي على جوزة قلبي على جوزة وقلبي على العالم الآخرين يعني حموم الآخرين مش راس جوزة يعني حتى العالم الموجودين هونيك صحيح بس هذا ما أعرف كيف نحن حالي من التأثر في اللي قاعد يصير إحنا هذا الحين اللي بعد يعني لو عندنا وقت أكثر في شي اسمه وفي شي اسمه إموشنز عبرو ممكن نعمل فيه كلاس اللي يسمونا الإحساس وفيه العواطف العاطفة بس إحنا لما يكون عندنا عاطفة مش هتفيدني بشي يعني بما معنى واحد الحين ولد صغير دهسته سيارة وتكسرت إيده فعندي حلة نعمة كون في حالة إحساس بالرحمة عليه والمساعدة فأركض وأحطه بالسيارة وإيده هني ودمه هني وكذا أو إني شنو؟ يا لهوي وأبتي وهذا وهذاك مات مسكن شنو صار في بسم العلاء؟ القاري لأنه خلاص صار صار كلاريتي إنه أنا العاطفة مو رح تفيدني رح أبتي رح أتأثر رح بس وين قاعدة تفيدني أنا ولافت نفسي ولافت هذا المريض اللي هو ولدي يحتاج قوة عشان شو يقول الأطفال يحبون الأمهات الأقوياء مو الأم اللي تقوله يا حبيبي يا مادر شنو مسكين ما يبيه هو يمكن نحظيا مستانس بس فور هز فيوتر يبي أم قوية عشان يتعلم شون هذا أساعده حقيقة في مشاكله ما قاعد أبتي معاه وهو عند المشكلة ما رح يستفيد مني لما أبتي معاه بس لما أوجد لحل هني يرتاح وعلمه بالضبط القوة هي الإحساس والواواواوا هو العاطفة بس نتعلم طبعا يصير بس على الأقل غطيتي للحل وصلتي للحل وبعدين وهذا اللي يصير فينا إن العاطفة تغلب على الإحساس في كل شيء بالسلبي أو بالإيجابي وبالتالي ويمس آوت هذا بعد يصير الدرين لأنه لما تفكرون إن شنو الإحساس ييجي من وين من التفكير إذا فكرت هذا الشخص سلبي رح على طول مشاعري تصير يمر تجاهها وبالتالي بس منه اللي عطى الإشارة حق الفكر هو العقل فأول عدو عندي بالفعل هو العقل ولذلك يعني رح يكون لدينا كلاس ثاني اسمه كيف تجعل عدوك صديقك وإيجابي 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 عرفنا الحين الـ break أو الـ full stop وعرفنا اللي هو التلوث فإحنا نسميه إيجابي إن هو لما أشوف أي شيء من عالم الخارجي أشوفه إيجابي 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 بس إيجابي 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 ولا I'm observing وعارف وبالتالي أعدل من داخلي لذلك احنا نسميه مشاهد غير متعلق وايد مهمة هذه رقم ثلاثة مشاهد غير متعلق هذه الحلول ومثل ما قلنا لازم بعد نفهم القدر أن الناس كلها تعبانة هالزمن يعني لازم يكون عندنا معاطفة الرفض عاطفة الرحمة بس ما أروح أساعدهم هذول اللي شفتهم عندنا شيء اسمه بالmeditation وإي ركوماند يو كلكم لعني ووصيكم إذا تشون كل أحد عندنا نوع من المدitation اللي هو أكون وايد مع نفسي مع ذاتي أنا الروح ومع الله وكل ما كنت مع الله كثير كل ما قدرت أنظف الشوائب التفكير القديم كل اللي نسميها بالنسبة لللغة الروحية هي خطايا أي شيء مؤلم حقي هو خطيئة لي في حق ذاتي يعني إذا حتى الملل هي خطيئة على ذاتي حتى أتعب نفسي كل اللي قلتوه هي خطيئة في حق ذاتي مثل ما أنا خوف غيري يعني حرام تسوي فيتش ذي زين واتبط لما خوف نفسي حرامين هذا في حق ذاتي مثل مثل شبه الانتحار احنا ترى من تحرين بس احنا دلبنا ينبو إذا الذات هو من المحرمات ليش أذي نفسي كل يوم كل يوم كل يوم ولذلك شو حيصير الحين عندي إنه أنا ما أخلي يعني رح يكون عندي إحساس من العطف وال مو العاطفة بس العطف على الآخرين بالثوت فلما نعيش هذه الحالة الميديتيشن ينخلق نوع عديد من الإحساس الجديد اللي هو يكون فيه عندي سلام يكون عندي محبة يكون عندي رضا كله بالميديتيشن بحيث إنه أنا خطايا هذي تحترق لداخلي من إيذاء النفس يصير حب النفس وكثر ما أحب نفسي كثر ما أصير قوي كثر ما أصير قوي يصير عندي مثل صور مناعة ما حد رح يأثر عليه هذا اللي قلنا عنه الاميون قوة المناعة عندنا تكبر وآخر آخر شيء اللي أهو هذه العادة عندنا هي عادة هادية داخلية اللي هي تسمي القلت أو اللي هو الذنب إحساس بالذنب إحنا كلنا يعني أنا كلها سمي نفسي أيام ما كنت من الجاهلية يعني كنت أجهل أجهل المعرفة أغلط أغلط في حق ذاتي في حق الناس بعد مساكن ثانين يعني وائد أشياء سويتها بحياتي حق أولادي حق زوجي حق بس وأنا غافل ما أدري وهما مساكنين ما يدرون إن أنا سويت غلط بس أنا الحين لما أشوفها أشوف بالذات في أولادي يعني ليش خضيتها القرار ليش سويت شري بس الحين وصلت مرحلة أنه لأ أنا كنت جاهل فما لوم ما لوم نفسي بهالجهل خلاص بس اليوم أنا شنو اليوم وصلت مرحلة العقلانية والفهم والمعرفة فإتس أوكي خلاص ولا ألوم نفسي أبدا لأنه لوم النفس هو نوع من إذاء الذات أيضا يعني القلت تورد ما كأني قاعد تخيلوا أنا صديق يعني الحين بدالما أذي أقول ليش سويت والتكرار هذا كل يوم معناته قاعد أؤذي ذاتي صارت الشغلة past is past وانتهت وأبدأ the present ذكروا present معناته هدية الحاضر وهذه 100% أكيدة كل الناس اللي حولينا اقراب ابعاد حاولت وكونوا معاي ما قدرت whatever هما يبون يشوفون إنسان سعيد وقوي حتى الشعور بال presence بالوجود لو إن شاء الله 10 دقايق 4 ساعة هذي بنفسها عطاء حق اللي حوالينا ف my strength وهو عطائي للآخرين فنوقف هالشي وبالتالي نشوف أفكارنا بدأت تصير healthy صديقة للبيئة صديقة لي ونخفف الفكر فإن شاء الله نشوفكم بعد باتشر طبعا هو optional من الساعة 6.5 7.5 حتى اللي بالزوم أي أحد يبيه من 6.5 إلى 7.5 نقعد عندنا هني هذي نقطة النور تخلي فكري تترين إنه يثبت يثبت ما يزيد تفكير محمد عندك خبرة فيها استفت بالأيام اللي ييت فراح نشوف لأنه هو معرفة وإحنا نسميها التأمل فتتعادل عندنا من الداخل وتروح العادة هاري بالأخير نقعد الحين ونشوف الحين ما عنده سؤال أو شي نقعد مرتاحين تماما في حالة إيمان تام بذاتي لأن الروح أنا الروح من عند الخالق من الله جئت في حالة من السمو التام سمو فضيلة وقوة جئت إلى هذه الأرض لألعب دور ولكني في حالة عدم تعلق بالدور لأن أنا الروح كيان بحد ذاته أنا لست هذا الجسد هذا الكيان الروحاني نقطة النور هي أنا الأصل والآن جاء الوقت يسترجع هذه السيادة على ذاتي استرجع قوتي استرجع ممتلكاتي استرجع العقلانية والحكمة التي كنت أنلكها أول ما جئت على الأرض كل شيء بداخلي كل ما علي هو أن أثق بذاتي وأثق في الله خالقي بأنه دائما معي وأثق بالقدر بأن هناك عدالة تامة بالقدر ومهما حدث فهو مجرد حدث وسيذهب ولكن أنا بداخلي هذا الثبات هذه القوة هذا الكيان الثابت أعرف الآن من أنا وكيف أفكر أعرف بأن زيادة التفكير هو هدر لطاقتي فقط أفكر بفكرة بأنني روح أنتمي إلى الله أن الله صاحبي الآن في كل خطوة أفكر فيها لما يكون الله معي تصبح أفكاري في ثبات وفي صفاء هو ولها هدف وغاية كلما أرى ذاتي أفكر بزيادة أو بخوف وبأي نوع من الأحساس الغير طبيعي أنني هنا أتنبه لأنني فقط رائعي من روح أعمر أخرى بثانية واحدة وعي أنا الروح القوية ووعي بانتماء مع الله وثباتي معه هنا تكمل قوتي اتصالي الدائم مع خالق الله وهو النور وهو الراعي والهادي وهو الذي يرشد عقلي أيضا إلى الصواب في التفكير وسلم أمري وفكري لله وهنا يهدأ العقل ويهدأ البان تهدأ الشوح وأسترجع السيادة وأتغلب على العدو عدو الرئيسي هو فكري الذي أخذني دائما إلى حالة الضوف ولكن السلام حقيقتي هي السلام وراتي هو السلام أدو وفكري الذي يزعزعني لذا كلما كنت مع الله كلما ذهب هذا العجوم وذهب تعيش الآن لحظات حظات الله يبعيكم وحظات الطمأنينة تامة مع الله أنا روح السلام شكرا